نيجي بقى للمجموعة الرابعة او الخامسة من الانتي ديفريسنس اللي نعرفهم في السوق او نعرفهم في العلم او نعرفهم في اي حتة تمام مجموعة الاس ان ار اي او نور ادرنالين او نور ابنفرين ري ابتيك انهيبت المجموعة دي بتشتغل بنفس الطريقة اللي احنا اتفقنا عليها بتاع السيروتونين والنور ادرنالين عن طريق البلوكات او سيروتونين اندنور ادرنالين ترانسبورتر خلاص يبقى هم في واقع الامر في واقع الامر بيشتغلوا زيهم زي تراي سيكلك انتي ديفريسنس بيشتغلوا زيهم وهم دوكم كانوا بيعملوا ايه؟ بيانهيبت بياختف ري ابتيك او سيروتونين اندنور ادرنالين ودولم برضو كده المال الفرق ايه؟ الفرق في السايد افكت نبال؟ كأن دولم تعبير مجازي كده تراي سايكلك بس ايه نمغير سايد افكت خلاص؟ ايه المواد اللي نعرفها تحت بند المجموعة دي؟ هم اربع مواد ثلاث مواد عدوا معايا نشوف كده يطلعوا ثلاثة ولا اربع اولهم البنلافاكتون وتانيهم الديس البنلافاكتون والظريق ان الديس البنلافاكتون is the active metabolite of البنلافاكتون ولكنه بقى دوة مستقلة باته عمل كده زي يمين مبارح الامي تريفيلين والنور تريفيلين ماشي؟ تلاتهم الدولوكسوتين مادة اسمها دولوكسوتين الربعهم مادة اسمها ميلنة سفرام ميلنة سفرام تمام؟ هم المواد دي كلها كل واحدة منهم لها الفارماكو كاينيتيكس بتاعتها ولكن هم بيشتركوا في الفارماكو دايناميكس برده عشان كده هم محطوطين تحت ايه؟ تحت بند واحد او تحت مجموعة واحدة نبالكو ازاي؟ فحنمتكهم واحدة واحدة ندرس ندرس الفارماكو كاينيتيكس بتاعتهم بس قبل ما نقول الفارماكو كاينيتيكس بنقول الابانتجوز اف اس امر اي عن الاس اس ار اي الابانتجوز على تراي سايكلك اتفقنا ان هي طبعا السرعيز ايه؟ ايوة زي ايوة تشتغل على السريتونل والنور ادرنالين فهتديك وحاجات ثانية انجزايته فهمين زي؟ يبقى ده الافانتجيز بتاعهم على القلب تاني بتشتغل برضو اطرع شوية من السرعيز اطرع شوية ماشي؟ الحاجة كمان ان بتتفاتي بعض او ساميها سيريز او سايد افكت او السرعيز زي السيكس والسايد افكت بتاهربي منها خاصة يعني السيكس والسايد افكت بتاعتهم اقل كتير قوي كومبيردبل اسسرعيز امين ازاي؟ فيبقى فايد افكت بروفايل اقل افكت اسرع وايد رانج افكت اكتر يعني مجموعة في اكتر او تمام؟ اما نيجي للبلفاكسن اول مادة فيهم واهم مادة فيهم اللي هي البلفاكسن اوه 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 جرعات اليوم ثلاث جرعات اليوم اخد بالك؟ البلفاكسن اللي هو متابولايز بكتيره هيديني افكت تسعة ساعات اليوم تسعة على اربعة و عشرين يعني كده كده هاسم جرع على ايه؟ اه تلاتة تقريباً وعشان كده البرفاكسن بتاعت البلفاكسن اصبحت او في منها ال اكس ار فورمولا اللي هي اكستندد ريليز اللي هي بغطيلي يعني من 18 ل 24 ساعة تقريباً خلاص؟ البلفاكسن البرفاكسن اللي موجودة في السوق البراند بتاعته اسمه افكسر البراند بتاعته اسمه افكسر وكان زمان في افكسر شورتة اكتنج واكستندد ريليز خلاص صاحب الشورتة اكتنج اللي هو اي ار واللي متواجد حالياً في السوق ال اكس ار اه بلفاكسن افكسر اكس ار في منه كابسولات 75 وفي منه كابسولات 150 خلاص خلاص؟ البراند بتاعه هي اكتر من عندي حاجه اسمها اه اكتنج 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 لا. لابدنا ما سمعتش عنه. فيه فيه ادكسر اكس ار. ادكسر اي ار. نعم. اندكس بتاع مصر. اه. بتاع مصر. والله. ادكسر الاي ار منه سبعة وثلاثين ونص وخمسة وسبعين. فيه سبعة وثلاثين ونص وفيه خمسة وسبعين. وفيه ايفاجات اكس ار. ايفاجات مكتوبة عندك. ايفاجات اكس ار تبصولات خمسة وسبعين بس. وفيه نزل حديثا حاجة اسمها الزل لماش. بتاع ماش بريمير. ظل لماش. اكس ار برضو. تبصولات خمسة وسبعين. اه? لا ده ده الاتنين اللي انت قلت عليهم دول لما انا معرفهمش خاطر سيدك. ما حدش قال لي عليهم. ما علينا مش مشكلة. خلاص? يبقى فيه اكس ار خمسة وسبعين ومية وخمسين. وفيه ادكسر اي ار سبعة وثلاثين ونص وخمسة وسبعين. وفيه ايفاجات اكس ار خمسة وسبعين. وفيه البللا ماش اكس ار خمسة وسبعين. خلاص? لا الدوز واحدة. الترابيوتك دوز واحدة. ولكن اللي هيفرق هقسمه على ثلاث اربع جرعات واحدة هديع لجرع واحدة. فالترابيوتك دوز بتاعة البللا فاكسك الانتي دي بريسنت دوز. الانتي دي بريسنت دوز. من مية وخمسين لترتمية. وش. وش. عارف يعني ايه وش? كده. من مية وخمسين لترتمية. في الاغلب الاعام ميتين خمسة وعشريين. طب ليه ما بدهوش اقل من كده? لان الفلا فاكس فيه خاصية زريفة اقصى. مش موجودة في اي دوتاني. ان هو لما تديه بجرعات اقل من مية وخمسين? يشتغل اس اس ار اي بس. يبقى لو اديت الجرع اقل من مية وخمسين يبقى كايني اديت واحد من الستة اللي فاته. يبقى انا ما فرقش. ما اخدتش البريفلج بتاع الاس نر اي. عشان ااخد البريفلج بتاع الاس نر اي لازم ادي بجرع ايه? مية وخمسين وانت طالب. والاس نر اكشان غيرينة. الشكевой الفاكس م Patch Zel. 3 đi. ما فلاش الخاصية ده. هو بيشتغل من الاول اس نر ايه. تفهم ايه? travésها لا 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 لا. على طول هي هي طلع واحدة. هي طلع واحدة. اللي دفع ل workforce. ايوه? 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 energy? بniesغر بهجرين. على السريتونين وابحب نقطة دي عايزة تستخدميه بجرعة صغيرة استخدميه بس مش هتبقي اخدت الميزة بتاعت انه اس امر اي تمام بتاعت الاس امر اي والله هتديلك حال انا اهو هقوله بس الواحده عشان ما نخبطهنش مع بعض انا بس يعني بشتغل ده الواحده علشان افضل ماشي بالتارتية خلاص؟ يبقى من زيره الخمسة اللي مية وخمسين هو بيشتغل اس ار اي من مية وخمسين لترتمية بيشتغل اس ار اي طب لو زودت شوية كمان؟ هيشتغل تريبل اكشن تريبل اكشن سيرتونن نور ادرنالين دوفامين يبقى هيزود الدوفامين كمان بالمرة طب وانا بقى يهميني ازود الدوفامين؟ بيقاض بيقاض ان بعض حالات اللي بيبقى فيها بيكون 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 بتاع اسفل دلي واموما كده اطلعوا برا اطلعوا برا شوية اطلعوا معي برا شوية اي اي عموما هو له علاقة بالدوفامين بنقص الدوفامين ناخد مثال في البركنسونيزم هانفد وحركته بطيئة او 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 ليه؟ دوفامينو دا نيجاتف سيمتومس بتاع تسكيزوفرانية ما بيقومش بتحركش رحش شغله نيجاتف سيمتومس كلها بقى 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 مشكلتها ايه؟ نقص دوفامينو نقص دوفامينو عشان كده الانتسايكوتك اللي بتناقص الدوفامين بس تزود السيفيريتي بتاعت النيجاتف سيمتومس فتبتبقى عايزة انتسايكوتك يناقص الدوفامينو ويزود الدوفامين في حيطة تانية عشان تاخدي منه ايه؟ الفاكتف النيجاتف سيمتومس اللي هو زي الاربيبرازول فارشا الاجوني احنا اتفقنا مبارح الفارشا الاجوني لما يجي يركب على الريسيبتور لو لقاها كسلانة ينشطها لو لقاها نشيطة يكسلها فالاسكيزوفرينية عندك المشكلتين دوفامين ناقص او كسلان في حتة ودوفامين ناشط في حتة فعشان كده الاربيبرازول يلعب اللعبة دي كويسة في الدبريشن كمان في الدبريشن كمان السايكو موتو الريترديشن بيقال انه فلو جبتي دا ويشتغل على الدوفامين هيزود الانرجي ويزود ايه؟ الاكتفيت بتاعت العيان وعشان كده برضو طلعوا معايا شوية الفوكروبيون بيلعب الدور دا بيلعب اللعبة دي بيشتغل على النور ادرنالين وعى الدوفامين فيزود الانرجي النور ادرنالين عموما يزود الانرجي والنور ادرنالين لما يزيد زيادة عن الحد يروح عاملك انكزاية انما هو النور ادرنالين في احواله العادية يخليك ايه؟ اكتف وانرجيتك ماشي؟ واضح الكلام؟ يبقى البيلة فاكس انه هو ثلاث مستويات من الشغل لازم نبقى واخدين بالنا منه خلاص؟ الهاتف لايس لازم اللفل بتاعته وعشان كده في منه الاكستندد ريليس فارمولة الاكستندد ريليس فارمولة تقدر تستخدمها وانس ديل او انا افضل توايس ديل توايس ديل بس خد بالك اتمنه اتمنه فهو هيبقى زي ما قلتلك كده ايه؟ استميولاتي كده فلو انا هقسمه على جرعتين فلاش هدي الجرعة تانية بالليل علشان هتخلي العيان يخش في انساني دي بتركات بقى اللي ايه؟ يعني اللي تبقوا واحدين بالكم ايه فبديه على جرعتين تستديه مرة مرة الصبح ومرة العصرية كده على ادنى العصر كده على الساعة اربعة ماشي؟ قمتبقى العملية ايه؟ موزنة عبقى غطيت اليوم بس في نفس الوقت ايه؟ لانه فعلا لو اديتيني العيان بالليل حيجيله انساني يبقى دون بالنسبة للزلة فاكسل الزلة فاكسل الزلة فاكسل بتاعته حاجتين ثلاثة وتبقى واحدة بالك منها اول حاجة جي اي تي تربط جي اي تي تربط وعشان كده بنفضل نديه على معدة مليانة دي حاجة بتبقى مومنتري او تنفراري وبتختفي بعد شوية بس ايه؟ ساعات تبقى مزاجة للعيان يتضايق منها الثايد افكت الثاني انه بيعمل انثوميا لو اتاخد بالليل فما تدهوش بقى العيان عنده انثوميا خلاص او ما تدهوش بالليل الثايد افكت الثالث انه بيعمل هايبرتنجي ووضيع بشعة تمام؟ يعني تلاقي العيانة خفت وبيت زيته اللي هو بري باورفل ده هو حيوة قوي 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 بس ما في عيانة قد تقولها اللي بعد شهر شهر ونص دات قالتلي ايه؟ ده نقص الضغط فلاقيته عاد او جالي الضغط فلاقيته عاد نعمل هايبرتنجي دي سيئة بقى طبعا هايبرتنجي بقى ده مش تظهر يعني فبعض العيانين انك لما توقف يتحسن وبعضها لو دخلت ما تعريش تاخذ منها فاي يعني ايه؟ ماشي؟ طبعا لو دخلت مصرية واقفة ده مصرية لا لا بانا بقولك ما في عيانة تدخلها إلا ما دخلت مني فاهمت ازاي؟ عشان بدي ازاي بدي مية وخمسين متين خمسة وعشرين بدي بالدوز الضغط لما باستخدمهش قليل لان لو استخدمه بالدوز الضغط خلاص هنستخدم السل سراعي ورايح دماغت ما حدش الميزة بتاعه دكتة هو اول ما يعاني بقى وقفه مفيش وقفي طبعا يا دكتورة حتى لو عالي حبا حتى لو عالي حبا السيارة اخد بالك وقفه واستبدالي بحاجة تادي لان دي واحدة من سير يا سايدة فيك انما الظريف الظريف لو لان 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 مشاكل. بما انه بيشتغل اشتغل على نور ادرنالين فهو له فهو برضو بالجرعة اللي هي مية وخمسين. لانه انت لو استخدمت بجرعة هيعلم من كده هيبقى السر اي. ده السر اي ساعات بتزود الانجزاتي. ومش هيفادي. فاهمين قصدي? يعني مش معنى مش معنى ان العيان عنده انجزاتي ان انا استخدم البنلافاكسن بدوزز اقل. لا. هي هي بدوزل عاجل. واضح? واضح. مع اجنونكم جيه? خلاص? يبقى ده الفاكسن بما له وما عليه. ما له وما عليه. ديبريشن? حتى لو سبير ديبريشن وانجزاتي ديسور. الظريف بقى ان الاكتب ميتابولايت بتاعه اللي هو الديسور الفاكسن اتاخد وتعمل دواء. لوحده. الديسور الفاكسن فيه ماذاية بقى? ان انت بتهرب من السايد افكت بتاعت البنلافاكسن. اللي هي عامهم. الجي اي تي ترابل والايه? والاي فاكسن. فانت هربت من السايد افكت. خلاص? والديسور الفاكسن بيشتغل من بداياته كده على السيروتونن والنور ادرينالين. تمام? بيشتغل عليهم ايكوالين. يعني انا هترن ان الدواء بيشتغل علي السيروتونن ونور ادرينالين. لو البنلافاكسن. هقول بيشتغل علي السيروتونن كده. بيشتغل عن نور ادرينالين كده. تمام? اما الديسور الفاكسن فهو بيشتغل على الاتنين اه بنسب متساعدة. فبيديك مازال افكت ده ومازال افكت ده. الديسور الفاكسن موجود في السوق بنوعين. النوع البراند اللي هو اسمه بروستيك ومنه اقراص خمسين ميلي جرام. وفيه بتاعه اسمه فيه منه خمسين وفيه منه مية. وفيه منه مية. فيه منه خمسين وفيه منه مية. تمام? والسيرابيوتيك دوز بتاعة الديسور الفاكسن من خمسين لمية ميلي جرام. بيجيب الافكت. مازال اه? زي ما اتفقنا ان انا اهرب من الايه? اه من السايد افكت. الحاجة التانية ان ما فيش دوز زي التايتريشن. يعني اوه هي المية هتشتغل على السيروتونن وعن نور ادرينالي. او الخمسين هتشتغل على السيروتونن وعن نور ادرينالي. فانا مش محتاجة ايه? اطلع بالدوزز علي اوه. برضو اه اه لو كان الديسور الفاكسن الهات لايف بلازما لابل بتاعته تسعة ساعات. يبقى برضو اه اه اتشوت بي ولكن الفورمولا اللي موجودة في السوق كلها تمام? فبتتاخد خلاص? وهيشتغل زي الفيلا فاكسن وخلاص يعني ما فيش مشاكل فيه. ما بيعملش ده بتاعتنشن زي الفيلا فاكسن. بس اه بامانة كده الفيلا فاكسن مور الفيكسن. ليه بقى? لان انت بتاخد الفيكسن على اثنين مع بعض. يعني لما تدي الفيكسر بتاخد الفيكسن على الاثنين مع بعض. انما في الحالة التانية دي انت بتاعت ايه? بتاخد الفيكسن على حاجة واحدة. هاي? المادة التانية دولوكسوتين بس انا مضطرية اردع تليفون لان اللي هي الدولوكسوتين. الدولوكسوتين في ميزة انه هو بيشتغل برضو فرم دا ستارت. على السيريتون وعنور ادرينالين لاثنين مع بعض. وعلشان كده انا ما ببقاش عايزة ايه? اعمل اكريز للدوز. يعني مافيش دوز تايترايشن. الدولوكسوتين اللي هو موجود في السوق. في منه حاجة اه البراند بتاعت اسمه سنبالتا. سنبالتا في منه كابسولات تلاتين ميلي جرام وكابسولات ستين ميلي جرام. كلهم غالين والإفكسر مهو غالي. كلهم غالين. ما علينا. فيه جينيريك منه اسم كاربالتا. فيه واحد تاني اسمه بس مش عارفة برضو متوفر ولا لا. والاتنين دولار في منهم كابسولات ستين ميلي جرام. تمام? البيلي دوز بتاعته من ستين لمية وعشرين ميلي جرام. من ستين لمية وعشرين ميلي جرام. اقل من ستين مش هتاخد good antidepressant effect. الحقيقة السنبالتا فيه ميزة اضافية انه هو انه هو اه 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 التمودولات اه 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 تين او مسل تين اند بوضي. وعشان كده هو اصلا موصوف سحلات الفايبرو ميالجة تمام? عشان بتاع الفايبروميال. عموما. وبالتالي هيبقى لطيف او يجيب نتائج كويسة في الحالات اللي فيها او فيها ضهري بيوجعني يا دكتورة جيبي بيوجعني سدلي قافش عليا مش قادر اتحرك عضلاتي بتوجعني ما فيهاش جاهد. الكلام ده كله الدولوكسوتين يجيب نتائج حلوة فيه. تمام? يعني الستين مللي جرام غالبا بتبقى بس فيه ده كثرة بتقول لا ما بيجيبوش نتائج معاه قبل تسعين او مية وعشرين. لقى مطلق القرية. هو الحقيقة ده وسيل. بتاعته عالية بتاعه تقريبا مينمال يعني ما 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 سمعناش منه مزعج حتى اننا نخاف منه يعني او او يتدايق منه العيان. تمام? قد تعدى الستين او التسعين او المية وعشرين فبيتاخد. أمام? زي وزي البل المادة الثالثة اللي هي لا تصدقي ما بيعملش ما بيعملش وما بيعملش الانسومنية اللي بيعملها البلافاكسن برضي فممكن تجيب الليل ممكن وانتي بتزودي جرعة او او حالات الفايبروميال غالبا هما منزلنا عشان الفايبروميال مش عشان نحن عموما احنا قلنا مبارح ان بالنسبة عامة بالنسبة عامة وبالاخص تمام انما الاساسر ايلا مش هتسعفك في الا اذا كان هتحسني فتتحسن او اه 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 لا ما تدهاش دي لازم تاخد مود السابيليزر الاول بك لازم حتى لو عايزة تديها انتي دي لازم فهو يبقى مع المود السابيليزر وان كان ده مش مفضل حالا دلوقتي اجمعلك البيبولر والله والله وهي ديسفوريك او يعني اه اه بدء التشفير اه 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 هقولك حالا دلوقتي هجمعها لك هجاوبك على سؤال بس اه يعني خلاص احنا الكلام ده كله قلناها خلاص قلناها سايد افكت قلناها اه برضو برضو الاس ان ار ايز لهم ديس كونتينواشن سندروم يا جماعة لازم ما بقى واخده بالي ديس كونتينواشن سندروم ممكن يبقى موزعج برضو ولزلك برضو لازم يبقى ايه يتسحبوا بالتدريج ماشي نعم اه 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 اديها اديها يوم او يوم لقى بعدين يوم او يومين لا وهكذا يعني نسحبها بالطريقة دي اه او لو عايز تقلل انت مثلا مدي تسعين لو عايز تقلل ادي يوم ستين ويوم تلاتين يوم ستين وهكذا اه كل عيان بقى حسب البيض انما هي بتتسحب تقلل ماشي هو بعدين يوم يوم ان انا اقول اه كلام را احنا متفقين في الفارما عموما اي دواء له هاف لايف بلازما ليبل ولو سيرابيوتك سيرام ليبل نعم بنفضل الدواء تاخده مستوي زيدي 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 لغاية ما يوصل هاف لايف بزمين هاف لايف لغاية ما ينا طب امتى يوصل بعد خمس مرات engدل هاف لايف بلاизما لغاية ما هاف لايف بلازما لغاية ما اه فبكل ما كانتICE قريبام تصييره او الدواء شرطة اكتنج كل ما كان الافكت السيرابيوتك افكت بتاعه سريع. كل ما كانت الهاتف لايف بلازماليفل بتاعت الدواء طويلة او لونج اكتنج. بس لونج اكتنج مش اللي بالكو فيه يعني. ها? كل ما كان السيرابيوتك افكت بتاعته ابعد شوية. كمان? لما بوصل لستيدي بابتدي اخد السيرابيوتك افكت. يعني تبتدي تظهر علامات تحسن على المريض. ولكن التحسن النهائي ما باخدوش قبل اربع لستة اثار يعني. ماذا ازاي? ما اخدوش قبل اربع لستة اثار. ليه? قلنا الكلام ده بارح. لقال الموضوع مش ان انا ازود كمية نيورو ترانزماتي. ان انا احسن بتاعت الراسطة. ودي بتاخد وقت. بتاخد وقت. ماشي? ولكن اول ما بوصل لستيدي سيرام ليفل لعيان يقول لك. لا بدأت بقى احسن. الاجتشن بدأ يقل. العصبية بدأت. بدأت انام كويس. بدأت بدأ كلهم. انما خفيت يقول لك لا لسه لسه مزاجي مش اه مش مية مية يعني. انما الاول انا كنت ببقى كاره مسلا اقابل الناس اقابل معهم. دلوقتي اقدر ايه? اضغط على نفسي واطلع اقابل مع الناس. الاول كنت بتنرفز على العيال عمالة على بطالة. بالوقتي لأ يعني قادر استحمل دوشة الايال شواء. وهكذا واكذا. اه 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 اه. يعني انا لو بدأت بفلوكستين ببقى عارفة كده ان انا مش هاخد منه نتائج قبل اسبوعين ثلاثة. كده ما يصيفيش. لواحده كده ما يصيفيش في الاول. لأ اه. عشان للعيان يستنى اسبوعين ثلاثة ياخد يعني قولك يعني كده حاجة رزلة يعني. عشان كده لوحده لأ. عشان كده. دي حاجة كده برة الكتاب. انا استخدمه في الحالات اللي هي ميز ديبرشن. وبقالها سنين. يعني اه عندها مشاكل مع حاماتها. اه مشاكل مع اجوزها. وبقالك قد ايه كده. بقالي يعني اه من يوم ما اتجوزت دي. طب ايه اللي جد? لا الاول كنت بستحمل كمتية عافية دلوقتي انا مش قادر استحمل. يعني حاجة كده ايه؟ ما يلد كده. زي ما الدنيا بدت بالراحة كده تخف برضو بالراحة. يبقى الفلوكستين ايه؟ انما واحدة مثلا بقالها شهرين. وبدأت تظهر عليها اعراض ديبرشن. وهي كانت كويسة قوي. والدترشن بدأ يظهر من شهرين. يعني ما يساكفيش. ما يديكيش ايه؟ على الامر يساكفي. ممكن اكون اخد لي معايك وعلى شهرينة لها اكن هكالك ممكن ببطر. غانت انت انت ديبينت ودرشن. هم. ولو enormous مش هتوسك اوكي. هم معني انا. اه انت ديبيني بتعملي كيسة اه. اه. اهه. لو كنا مجله زبعة بعد يبقانا عشرين فاسة شكوة اه انا منقذة بتاعيتها ايوه تبقى زي الفل تبقى اه وده اللي انا بحاولتها هيبولها وده اللي انا مش حاولها حملتها زي 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 بولن وده اللي انا بني اسمها زي بس هي عايزة حيات تخلص سلة اللي هي خلاصة عليها اللي بقى ما حدتش اي خلاص اديها واحد من الفلوكسكين اه ملاش الفلوكسكين عشان كده بقولك فايدة ان عندك ادوية كتير يعني كل عيانة بقى بالظروفة اه سب يكسر ممت 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 اه ايوه ممت خلاص هي الخبرة اهم حاجة ده معا عدوا معاينين دربوا ادوية معاينين وفي الاخر انت بتوصلي للتوليفة اللي بتنشي معاك ليش بتوصلي كمان للتوليفة بيبقى عندك اه خلاص قلناها وقلنا زياء وعيوبه وخلاص انت هنا ماشي. الميلنة سفران ده لسه نازل في السوق. وهو اسم ارأي برضو. نازل باسم الميلنة فيلا. يا ربي ولا ميلنة? اه اه. ميلنة فيلا فيلا. اه. اه. هو اسم ارأي. وبرضو بيشتغل على السريتونن والنور ادرنالين من الاول. ما فيهوش الخاصية بتاعة الفيلا فاكسر. والقراس اللي موجودة خمسين ميلي جرام والديلي دورز من خمسين لمية ميلي جرام. تمام? بتاعه اه تقريبا مينيمل. والمفترض انه هو خبرتنا معا ما هيش عالية قوي يعني. اه. ما نعرفوش لا. ما اجرب نعوش لانه يدوب زي ما بقولك لسه نازل مصر. خلاص? يبقى دي مجموعة الاسم النرآل. فيها الثلاث اجوية اللي احنا عارفينهم اللي هما. بالزلة فاكسن. بالزلة فاكسن والدولوكسكين. قلناهم كلهم بخبراتهم بما لهم وما عليهم. هيتبقى بقى مجموعة اه ما لهاش شكل ولا لون ولا طعم. ايه? يعني ايه? ومش متصنفة تحت حاجة. فكل دواء منهم هيتاخد فرضاني لوحبه. اه اخثرهم عليه كلام المرتزفين. مصرمًا مصرمًا المترجم للقناة السلام عليكم المترجم للقناة 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 تلاتين ميلي جرام الماين سرين اسمه تلفون برضو تلفون والقرص برضو تلاتين ميلي جرام والديلي دوز بتاعته من تلاتين لستين ميلي جرام بس تلفون ناقص اليومين دولم شوية من السوق خلاص الميرتازبين بقى هو بتصنف تحت ولكن الموضف اكشن بتاعه مختلف شوية بقية المترجم للقناة كلهم اللي احنا قلناهم المترجم للقناة اول حاجة بيعمل الفا تو بلوكيد او الفا تو انتاجونيس الفا تو انتاجونيس الفا تو انتاجونيس الفا تو ريسيبتورز اصلا بتشتغل كبريت او انهيبتوري للسيرتونين ريليس فلما انت بتجي الميرتازبين اللي هو الفا تو انتاجونيس حيعمل بلوكيد للالفا تو ريسيبتورز اللي هي اصلا عاملة بلوكيد للسيرتونين ريليس فيبقى كأنك تتزود الريليس بتاع السيرتونين كأنك بتعمل انهيبتوري افكت انهيبتوري افكت انهيبتوري يبقى ايه؟ اكتفيش تمام؟ خلاص؟ دي اول طريقة يبقى هو بيشتغل على النور ادرينالين بس وعلى الفا تو بس وهو الفا تو انتاجونيس بس الالفا تو انتاجونيس دا بيشتغل كبريت للريليس بتاع السيرتونين هيبقى هو شبه مين؟ مين تاني الفا تو انتاجونيس نعرفه؟ كلوميدين يا جماعة؟ في الكولوميدين الفا تو اجونيس اجونيس ما علش انا عاكت تاني ماشي؟ هو عكس الكلوميدين ماشي؟ يبقى هو الفا تو انتاجونيس فايبقى ايه؟ هيزود الريليس بتاع السيرتونين الاكشن التاني بتاعه اللي هو بلوكات أوبوست سينابتك سيرتونين 2 ريسيبتور وال3 ريسيبتور احنا اتفقنا ان مش كل السيرتونين ريسيبتور شغالين بنفس الكيفين سيرتونين 2 بلوكات والسيرتونين 3 بلوكات لهم اما سيرتونين 1 سيرتونين 1 هو اللي له فالكل زين؟ واضح؟ فلما انت بتعمل بلوكات لسيرتونين 2 وسيرتونين 3 كأنك بتدي المجال لكمية السيرتونين اللي موجودة في البرين تشتغل على سيرتونين 1 ريسيبتور فكأنك بطريقة بتعمل سيرتونين 1 اللي هي بالتالي هتحسن خلاص؟ تبقى هو بيشتغل بتو ميكانيزم بيزود الرليز بشكل سيرتونين وبيشتغل لعلى سيرتونين ريسيبتور بعضها يعمل لها فديا تعمل سيرتونين ريسيبتور تانية فتاخد تفكروا كده من الرواية بتاعتك كده هو يباعد هيبقى له محترم بعيد هو هو يعني بس تفيد منه في حاجة تانية هو له افكت تاني تالت أو تالت يعني اللي هو انتيستامينيك افكت الانتيستامينيك افكت دور بيدي very good sedative فانت جزء كبير من عينينك بتوع بيبقى عندهم انسوميا فلو انا بديت المرتز فين يعالجلي الانسوميا ويعمل للدواء الثاني اللي انا مديها يبقى انا ايه ضربت عصفرين بحجر واحد اختبالك ازاي اتفانها من غير ما ايه مدخل العيان في الصعيد الري انما الدواء الانتي دي بروسنت الثاني اللي هستخدمه ايا كان لازم يكروا بال فمن الزاب دي فايدة المرتزبين بيقال ان المرتزبين في الأ top في فتشيات النور وهت ratt dlatego لا فتشيات النور فتشيات النور تحسيل الريتاردشن اللي موجود مع عبد الرشيد. محتى بالي؟ يعني كأننا لو هستخدموا بدوز تلاتين ميلي جرام وفي ناس بتحبت اقل من شوية كمان خمسة عشر ميلي جرام تاخدي السيداتف الفيكس والاوجمينتنج الفيكس. لو تستخدميه من تلاتين لخمسة واربعين. كمان بالاضافة هتاخدي انه يحسن الريتارد الدبريشن. يحسن الجزئية بتاعت الريتاردشن في الدبريشن. لأ. ساعتها السيداتف الفيكس بتاعها هيقل ليه بقى? لان النور ادرناليني اللي هيزيد له ستيبيولاتوري الفيكس. وعندك انت استمنك الفيكس لتنين انتر اكت فيقللك السيداتف الفيكس اللي بيحصل. انا ما قلت مثلا بلتراب الادكت انا بسيط معايا من تريمورز ومساعد لكسيديات. ازاي بقى دي بتحصل من الريميرون. انا ما اعرفش. لا. لا 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 لا. اكسيذيا لا. لا تريمورز معلاش. تريمورز عشان نور ادرنالين. خد بالك ان الادكت الريدي لانه غالبا بياخد اوبيات. الاوبيات لما انت بتعملي لها بتعملي اكسيسف فايرنج للنور ادرنيرجيك اه اوتفوت. فهم ازاي? اه. فالاكسيسف نور ادرنيرجيك اوتفوت دول هيدخل العيان في تريمورز. اه. فلو بتدي الريميرون كمان هيزود النور ادرنالين. لان هو النور ادرنيرجيك ريسيبتورز بتاعته قريدي ديس ريجولاتي. او مش متزبطها. بتاعتها بقيت عالية او. فاملزال. فكأنه هيشتغل عن نور ادرنالين فيزود لك التريمورز عشان حتر. ماشي. يبقى الميرتازتين بيشتغل كاوجمنتنج او مع الانتي ديبراسين. انما الواحده? لا. ما يساعد. الكلام اللي يتقال عليه? يتقال على الايه? على التولفون اللي هو الماين سيرين. نفس الكلام. بس يمكن الماين سيرين اللي هو الفا وان انتاجه نبقى. هو الماين سيرين اصلا او التولفون اصلا بيستخدموه توالصدر كبرونكو دا سيليتكو. اصلا. وهو حتى مش هتلاقيه في الجدول في الاندكس مش هتلاقيه مع عدويتنا. تلاقيه مع عدوية الصدر. ماين سيرين. ماشي? خلاص دي الرسومات او الصور بتاعت. السايد افاكت بتاعت المي الميرتزبين. اولها السيديشن. الاكسيسيف سيديشن. وده اللي انا بستفيد منه. فهو ات كان بيوز از السيداتي. الحالة التانية بقى اللي بيعملها الويت جين. لانه انتهيستامينك برضو. جود انتهيستامينك. فبيعمل ويت جين بشكل بشر. وبيعمل حاجة اسمها مايت ايتنج سندرون. عارفينه مايت ايتنج سندرون? اه. اه. اللي يصحى من النوم يروح اكتلاجة يأكل ويرجع كامل النوم تاني. الشتة. انتهيستامينك. لا لا بيزاود دا لا بيطايت بشكل موزعج. بشكل موزعج. بقولك بيعمل حاجة اسمها اه 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 نايت ايتنج سندرون. لا مليوش دا اه اه. لا مليوش دا اه. لا مليوش دا اه. يعني ما بيعملش متابوليك سندرون الاخر. ما بيعملش متابوليك سندرون زي الانتي ساكوات. انتي ساكوات تشارد بميكانيزم مختلف شوية. الهوف لايت فلازما لبلا بتاعته 30 ساعة فبيبتاخد وانس دايلة. تمام? خلاص. قلنا كل الكلام ده. ماشي. كل ده تقال خلاص. خلاص. مفوش كلام. يعني كل الكلام المهم تقال في المرتز فيه. نيجي بقى للترازودول. ترازودول برضو هو يعني مش مالوش يعني مجموعة ينتمي اليها يعني هو ده وكده بزوره يعني. تمام? اه الحقيقة هو ميزة الترازودول كانت اهم ميزة فيه الكارديو توكسك اه سيفتي. يعني مالوش اي كارديو توكسك افكت. يعني لما اكتشفوه او اخترعوه او استخدموه كانوا علشان يهربوا من الكارديو توكسك افكت بتاعت التراي سايكليك. الحقيقة الكارديو توكسك افكت بتاعت التراي سايكليك تحول مزعجة. فيعني كنا كنك تلاقي ده وقت هرب بيها منه منهم يعني ده كان كان انجاز بحد ذات. الترازودول كان بيحقق هذا الانجاز. والترازودول بيشتغل دايريكت اجونيس على السريتونين ريسيبتور. دايريكت اجونيس على السريتونين ريسيبتور. وبالتالي بيزود السريتونين اكتيجتي. وبالتالي ممكن يبقى له انتي ديكريسنت افكت. ولكن بالمرة كمان له جود سيداتيف افكت. تمام? والسيداتيف افكت بتاعته دايريكت لي على السريتونين. مش على الانتي سمين زي ايه? زي المرتزي فيه. تمام? فبيحسن السيديشن بتاع العيات. اسفل له سيداتيف افكت. فبيحسن الانسومنية اللي قد تكون موجودة عند العيات. ولكن برضو الترازودول عشان تقدر تقول لوحده يشتغل يعني مش قد جده. تمام? طب يستخدم اساسا عشان السيداتيف افكت بتاعه. الترازودول موجود في السوق باسم تريتيكو. وموجود منه اقراس خمسين ميلي واقراس ميت ميلي. والديلي دوز بتاعته من مية وخمسين لتلتمية ميلي جرام. تمام? عشان تاخد منه جود سيداشن. ابتدي بالمية وممكن تطلع للمية وخمسين. وممكن تطلع للتلتمية بس ايه؟ غالبا يعني. لو هتاخده عشان السيداتيف افكت بتاعه بس. فانت تكتفي بالمية وخمسين ميلي دوز. ماشا? فبيستخدم معه الاظر انتي ديبراسيتس عشان السيداتيف افكت بتاعته دايما بس. الفايل افكت بتاعت الترازودون هي السيداشن اللي هو انا ببقى مستخدمها عشانه يعني هو ميزة وعيب. لكن الفايل افكت التاني اللي هو بيعمله الفرايفيزم. بيعمل الفرايفيزم او ريكوردد مع حالات مش قليلة. وبالتالي استخدامه بيبقى حذر قوي مع العشان لو العيان دخل في الفرايفيزم يبقى انت ايه؟ دخلت العيان في ماشي؟ كان له اخ تاني اسمه نيفا زيدون ولكن النيفا زيدون اتتحب خالص من السوق لانه لو هيباتو توكسي كيفكت فاتلحب خالص ما بقاش بيستخدم ماشي؟ ده كل الكلام اللي بنقدر نقوله في الايه؟ في ترازدون. ماشي؟ وبدأ اه نون سايكليك انتي دي ديبريسنت اللي هو ترازدون خلاص. يتبقى الفروبيون الفروبيون هو نور نور ادرنالين دوپامين ري ابتاك انه نور ادرنالين دوپامين ري ابتاك انه يزوج تميته نور ادرنالين وبالتالي هو بيستخدم برده كاد اون في الريتارد الدبريشن ولكن الانتي ديبريسنت بتاعته لوحده هتبقى بعيفة تمام؟ الفروبيون اسم التجاري بتاعه البراند اسمه والبيوترين والبيوترين XR والقرص الواحد مية وخمسين ميلي جرام والديلي دوز بتاعه من مية وخمسين لتلتمية ميلي جرام خلاص؟ أمامت ايوة ما انت اخدتها برضو من على طرف الثاني اتوجدت بالصفة انه بيساعد على السموكينج السيسيسي بيقلل الايه الاه قول معي لا مش الدسفوريا الكريفنج للسموكينج ليه بقى لانه هو نيكوتين بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة بي ايه بيزود النور ادريناليني تفهم ازاي؟ هو بيشتغل دايركي على النيكوتين ريسيبتور اللي هي بتزود الاسيتالكولين والاسيتالكولين بيساعد على زيادة النور ادرينالين فانا لما دي دوا تاني يزود النور ادرينالين من غير ما ااخد مشاكل النيكوتين يبقى انا كده اعليكت النيكوتين تساشا وبعدين تبتدي تصحب الويل بيوترين تبقيت عن العوض من اخلاص ومراحة النور معنى زي ما قلت للدكتور كده ممكنة دي يوم او يوم لا يوم او يوم ان لا وهكذا او اسحب بالطريقة ماشي؟ اه تصدقي انا عن نفسي اكتشفتها بالطريقة اللي انت قلت عليها دي كنت عيانة وكنت بديها لفوترو بايول مع دوا تاني تتصدقي ان انا الحمد لله حسنت والسجاير قللتها قوي عن زمان الدكتور بعد ان اكتشفت الحتة دي فقال لدرجة ان في دوا اخوه نازل للسموكينج السيشن اسمه لا حاجة كده اه 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 تمام نازل للسموكينج هو نفس المادة الاكتب انجريديانت بتاعة الفوترو بايول ماشي اه 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 بيستخد للوقت اه هي حقيقي اه نصف اس دي افروت ولكنها فعالة وبيستخد وبيستخد تمام ماشي هي المية وخمسين هي برضو المية وخمسين ماشي راب ده حلو اوه نعم اه ما انا حالا هقولك اهو طيب ده دوا جميلة ولطيف وحلو ويتاخد وزي ما قلت لك من شوية هو بيحسن كمان قول معايا اللي بتنشأ مع ولما بتعمل بينه وبين الاس اي س ار اي كأنك بتدي اي س انار اي يعني حاجة جميلة هي. ايه بتاعته? فيه اللي هي ممكن يعمل انسونيا. وعشان كده ميتاخدش الا الصبحية. يعني بتطيره اخره تقسد دي الساعة اربعة على العظم. فيه يعمل انسونيا بسيطة دي مش مشكلة. انما ايه انه بيعمل انه بيعمل يعني لو زودت عن تلتمية من تلتمية ربما وخمسين اعرفي ان العيان ده هيخش في فليكسي. فطبعا دي خطيرة دي مش لطيفة. فعشان كده لو لو هتزودي جرعته اكتر من اه تلتمية يبقى لازم تخطي انتي فليكسي. وده برضو مش وارد. مش لطيف مش حاجة زي. عشان كده ما بتستخدموش اكتر من تلتمية. ماشي? عملت زي مين? زي التلوزافين. التلوزافين اكتر من ربعمية بيدخل في فليكسي. تمام? فلازم ابقى عارفة كده. التلوزافين لو هستخدمه اكتر من ربعمية نال جرام لازم ادي معي انتي فليكسي. يا انا مستخدموش خالص. خلاص? نعم. ممكن. اه ممكن. اه ممكن يحصل الانتراكشن. لانه هيزود النور ادرينالين وهم برضو بيلعبوا عن نور ادرينالين فهتحصل اه. اه بيحصل. في ايه انتي دي بريسنس تاني موجودة في السوق? مفيش. يبقى يهمة تراي سايكل. يهمة تترا سايكل. يهمة اسسر اي. يهمة اسنر اي. يهمة مرتز بيد. يهمة ترازو دور. يهمة اه بورتيوكس. اه اللي هو البرنتيليكس. ده بيشتغل اه برضو بميكانيزم و باكشن اه يونيك كده. هو دايريكس سيريتونين اغونيس. دي بدايات اه 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 انا مبارح قلتلك عشان تعالجي الدفريشن. يتزودي نيورو ترانسميتر. ياما تجيبي دواء يشتغل دايريكس دي المرحلة اللي احنا فيه. اللي هو البرنتيليكس. اللي هو البرنتيليكس. تمام? يشتغل ديوكامين اه سيريتونين اغونيس دايريكس. اه وبالتالي بيحسن الدفريشن. والبرنتيليكس موجود منه مع اراس عشرة ميلي جرام. والديلي دوز بتاعته من عشرة لعشرين ميلي جرام. هما برضو في الاول اول منزل خالص قلولك ارص واحد كفاية. ولما جرمناه لقنا ارص واحد مش كفاية. فبدوا يقولوا دلوقتي ايه? ارصين. اه مرة واحدة. كمان? الابو من ميلاتين الحقيقة برضو هو بحد ذاته ما هواش انتي ديبريسن. هو بحد ذاته ما هواش انتي ديبريسن. ولكنه بيزود الميلاتونيرجيك اكتيبتي اه بصورة ما او باخرى. الميلاتونيل اه له علاقة بالانهيدونيون. بالايه? انهيدون. اللي هي عرض من اعراض الديبريسن. اللي قد تكون موجودة مع بعض حالات الديبريسن. فلو عندك حال الديبريسن ومعاها انهيدونيا. او عندك انهيدونيا لاي سبب من الاسباب تاني. واحنا ما نعرف لهاش سبب غير الديبريسن. ممكن تدي فيها الاجملاتين مع الايه? الاضر انتي ديبريسن اللي انت تستخدمه اي لتان هذا الانتي ديبريسن. لما هو الوحده ما هواش انتي ديبريسن. نعمل ذات. الجزء الثاني او الجزئية الثانية ان الابو ميلاتين هشتغل عن ميلاتونين فيحسن السريب. فممكن تستخدمه في حالة الانسوم. نعمل ذات. بس ارى بوكستين مش موجوده مصر. اسمه كده جوي بوكس. لا انا ما عرفوش انا مكدبش عليك اليوم. ادور عليك. شوفوا كده في الاندي. ده بيتاخد بالقوة ارث؟ اه. ارثيلي. ده 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 كان يخلي الواحد عم تيلي يعني. ايش. يعني اوه. يعني لو اجيب قرص ترمزول ده اروح اكت قرص من ده و احضر يعني. لا انا ما عرفش اكتبه ولا اكتبه كده. تمام؟ اه. اه. خليني في الا انا كلاسيك. ده بياخدوا كل حاجة عشان الاريكشن الله يخيبهم والحشيش والبتاع. طب انت عارف وما بياخدوا الحشيش ايه؟ عشان يتلس من الوقت اللي تلو تشاهد. اه. الحشيش بيعمل لك اهو بيعمل دستيربنس والترسابشن. فبيخلي عندك دستيربنس. فاللحظة تعدي عليك انها دقايق. والدقايق تعدي عليك انها ساعات. ففي الانتر كورس يتهيال انه يعني ايه؟ قاعدك قاعدك حبة شوية. فهم مجرمين يعني بياخدوا على تاني دست باي طريقة. بيحاول يبسط نفسه باي طريقة. ما اعلم. بدل ما يمجي حاجة تانية. يعني تقدر تقول ان السايد افكت بتاعته اقل من من السلدن فيل. مش كده؟ عشان دوقها ساعات بيها من كارديا كالتاكس وبتاها ومش شكل من هو زيه اه زيه بس يمكن اه ملوش كارديوتوكسي كتاكسي اه. اه. من ثلاث لست شهور اه. من ثلاث لست شهور اه. من ثلاث لست شهور اه. لا. البريجابالين يا جماعة اصلا انت او انتي افليفتك يعني. انتي افليفتك. ولكن اتوجد اتمنه بيشتغل انت اه. اه. على اه. الجابة. ان سمول دوز اتهاز انكزوليتيك افكت. جود انكزوليتيك افكت. انتي افليفتك بيستخدموه تلتمية وانت طالع. وبتع نيرولوج يستخدموه كمان في سايات نوروبا ساكتين تلتمية وانت طالع. انما في بتعوم Gallery وانت افكتين. انما في اي نيرو باساكتين. انما من من خمسين ل مائة وخمسين لهو جود انكزوليتيك بي. لهو جود انكزوليتيك بي. ما هو ربت اكتين? اه ربت اكتين. ده ربيجابالين اللى هو اللى اللي هو اسمه اسمه جابتن او اسمه ريكدين ايبكس او 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 قول معايا كاميركا كاميركا من الزلاقة الشركة من الزلاقة اسم كاميركا واكد انت قلت ايه بقى من الزلاقة ليقولين؟ لاير؟ لايرولين تمام؟ إنسمولدوز Gottes اوه ولكن في بادي كلام يتقال انه بيعمل Però لسه مثبتش ولكن بالملاحظات تمام تمام؟ إنما هو الحقيقة هو هو الاميسول برايت الاميسول برايت برضو 50 ميلي جرام بيجيب نتائك حلوة في الاميك زي في الاميك زي دكتور وممكن مستعمل كأوكوش انت ربم مع البيحن مع عفلات الاميكتين مين ده؟ البريجابالين؟ ما عرفش طب ما أنا ممكن ألدي انتي دي كريسن تشتغل على الاميكتين ازاي الاميكتين ازاي؟ ازاي؟ ازاي الاميكتين؟ وهو البريجين رخيص؟ اه عندت عينات اه عندت عينات انما على اللونجراد حيبه غالي مش رخيص فاللي هيتفعب ده وهيتفعب ده هيتفعب في الاميكتين مرة واحدة خلاصة نفسه ماشي؟ بقى ده بالخبرة كده يبقى انا عندي انتي دي كريسن تكتير؟ ليه؟ لان انا عندي ديفرنت بروفايلز و بيشن الدبريشن يا جماعة عمره مبنيجي بصورة واحدة ياريت ياريت فانت عندك انواع كتيره من الدبريشن او كتير من الدبريشن فتعالوا كده نشوف كل كتير من الدبريشن ازاي اقدر اولف له الدواء فلو انا عندي ميكسد انكزايت دي بريشن او بلغه اخرى اجيتات الديبريشن اجيتات الديبريشن يبقى ايه احسن الدواء يتاخد في الاجيتيت الديبريشن او في الكميكسد familiar دهوا اطلANT داه لوهتها Adding A بلايين ايه تاني swallow مين بيشتغل؟ اجيتات الديبريشن او مخصايت الديبريشن يعني fasting في السيرتون والنورة الادرناليني بادي ايه؟ قدي ايه تاني؟ تراي سايكلك لو عايزه يبقى لك ازاي؟ يبقى دوم في الاجتاتي الدبريشن طيب لو عندك ريتارد الدبريشن ريتارد الدبريشن مين؟ لا البلافاكسن البلافاكسن in high doses عشان يديك التريبل اكشن اللي احنا قلنا عليه عشان يزود الدوفامين تمام؟ يبقى يبقى قدي يبقى one of the best في الريتارد الدبريشن هيبقى البلافاكسن البلافاكسن الابشن التاني ان انا ادي اي انتي دبريشن تودي معاه بوبروبيون هينفع في الريتارد ديشن لانو اشتغل دايركلي على نور ادرنالين في نشط العيان فاي ريتارد الدبريشن خطي في روشيتة بتاعتك بوبروبيون جنب اي انتي دبريشن تاني انت عايزاه عادة هيبقى SSRI عادة طيب الريتارد الدبريشن طيب لو العيان بتاع الدبريشن منزعج قوي من الانسومنية وعنده انسومنية وانت الربطة في الليل يبقى انا ادور على ايه ادور على انتي دبريشن يكون له سيداتي بالفكسن فلو انا هدي SSRI قدي مين؟ هدي الفابرين او الفاروكسيتين او التالت سيتالوكرام سيتالوكرام دا لو هدي SSRI لو هدي SNRI يبقى هيتخذ الصبح وما اديش بالليل ادي حاجة تنايم بالليل ادي ايه؟ مرتز في ايه؟ او ترازو دون فهم ازاي؟ لو دا الاسي SNRI قدي ترازو دون بالليل او مرتز فين بالليل وساعات كمان المرتز فين استخدمها مع SSRI ما يكونش بيني ودي المرتز فين بالليل ممكن كده برده لو هدي Tricyclic يبقى ادي حاجة يكون لها سيدات البفكسة عالية زي الاميتربتينين اللي هو Tricyzone دا لو هدي Tricyclic هي الantidepressant اللي هي 150 Tricyzone في حالة depression هتدي 150 لا لا احنا اتبعنا اختارلك anti-depressant واحد لا ما استخدموش ما استخدموش لو عنا عشان السادة تتخدموش بس عندك المرتز فين وعندك الترازو دون انما Tricyzone هي تستخدمو anti-depressant يا ما تستخدموش تعمل ازاي؟ 75 75 مين؟ ايوه ايوه يبقى 150 زي ما قلنا مبارك 150 هتستخدموهم ازاي؟ هو القرص الواحد 25 ميلي جرام يبقى تدي 6 قراص بالليل رزلة شوية رزلة شوية فانا انا عنافسي بيعمل ايه؟ بدي قرص الصبر وقوصل لضع و3 قراص بالليل او قرص الصبر وقرص الضع و4 قراص بالليل اشان بس ايه؟ اخفف وقت ال6 قراص ماشي؟ انما هستخدمو الواحدو كanti-depressant واخد بيه ماشي؟ طيب لو عندي psychotic depression مسموح لي ان انا استخدم اي anti-depressant ولكن مع full dose anti-psychotic ماشي؟ ولكن الفافارين الفافارين او anti-psychotic weak يعني ايه؟ يخدمك شوية ايه؟ 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 لا ده كنا بنقوله زمان الكلام بس مش يعني ثبت عدم جدواء يعني عدم فعالية مش بيحصل انما هو لو لو هو جايلك بساعات العيان يجيلك بقى اعراض شبه depression وتبقى هي prodroma بتاع psychosis يبقى ان psychosis بس ايه؟ متغلب تغليفة بتاع depression ها عمصطها لك هنا لما هتدي anti-depressant يا اما مش هيتحسن يا اما هيكون بمرور الزمن psychosis بدأ يبقى فظاهريا يبقى ان anti-depressant هو اللي خلى psychosis يبقى ايه؟ واضحة فهنت اصلي ايه؟ فاحيان كتيرة psychosis تجيلك باعراض شبه depression متضايق ما اعرف زهقان ما بحب شعاب الناس اختبالك فبيبقى social بطل يروح شغله ما بينامشي بالليل كويس دي كلها اعراض مشتركة بين depression وبين psychosis فلما بيجيلك بالمنظر ده انت لأول واحدة بتقول ان ده depression وبتدي anti-depressant فبيجيلك بعد فترة ما يتحسنش ما يتحسنش يا اما يجيلك بعد فترة والسايكوزيس بقى florida بس السايكوزيس بقى florida لان هو كان هيفرقح هيفرقح مش الدواء هو اللي خلى هيفرقح مش من الدواء ولو ما تحسنش لان الدواء مش مش هيعالج الفصولوج اللي عنده يعني فمش هيتحسنش اكمل بس اكمل بس فلو انا هدي لو عندي psychotic depression او major depression يبقى انا هدي anti-depressant ولكن الففارين لو ايه priority شوية مع full dose anti-psychotic وبرضو من ال anti-psychotic اخطار ال anti-psychotic اللي قد يكون لهم anti-depressant زي الاريبيبرازول والكويتيافين ولكن ممكن ادي اي anti-psychotic ولكن دولا برضو لهم ايه priority شوية لهم priority الحالة الثالثة بقى في psychotic depression انه لازم ادي مع combination ده ect عشان اخذ نتائج حلوة يبقى psychotic depression لازم تعالج بثلاث طرف ect anti-depressant خلاص الاستفالة that depression with psychotic feature major depression with psychotic feature اطلعوا برا الصندوق اطلعوا برا الصندوق وفي عندك نوع تانى من الدبريشن اسمه bipolar depression اللي هو bipolar disorder وغايلك في depressive phase المهاردة هو ظاهريا كله depression ما بتنامش ومتدايقة وعايزة تنوت نفسها في كل اعراض depression ولكنها في واقع الامر الست دي بايفولر او الراجل ده بايفولر يعني في مرات تانية في اوقات تانية ساعد بيجيلو منيا العيال ده لو تعامل خاص لو انا بديته anti-depressant عملت معاه على انه depression وديته anti-depressant من المؤكد حيروح حيشفت عند المانيا تبجيله anti-manic يروح ايه يدخلك في شوية depression طب ده ده حلو ايه هنا ده no destabilizer no destabilizer no destabilizer no destabilizer بيبال bipolar depression نمرت واحد في علاجه which is which بقى عايزة تدي له متروجين بيقال انه هو له priority انما ممكن ادي فالبرويت ممكن ادي وممكن ادي وخصوصا لو العيال دي مش اول اتاك وماشي عليه من زمان خلاص خلينا زي ما احمد يعني حديله لو متروجين لو ما كانش بياخد اي مود stabilizer انما لو كان بياخد اي مود stabilizer تاني خليك عليه طيب المود stabilizer لوحده كافي بانه ضبط الدبريشن ده فاحيان كتير اه لانه هيرفعوا للدبريشن يخليه هنا ايه في الاير سايمة لكن لو لو المود stabilizer ما اصعفكش يبقى تختار ايه anti-depressant ولا anti-psychotic law anti-depressant effect اه anti-psychotic law anti-depressant effect اه one of the best اللي بيلعب الدور ده الكوتيابين نبقى لان الكوتيابين حسب الدوز بتاعته بيدي الايفكت بتاعته فهو الmedium doses اللي هي من 300 الربعمية يديك anti-depressant effect فيبقى هيعالج الدبريشن ده من غير ما يشفته ناحية المين لان هو قريدي برضو low mood stabilizer effect هتساعد الحاجة الثانية اللي انت مديها الانت افليبتك اللي انت مديها فهمت ازاي؟ فممكن قدي كوتيابين بجرعة من 300 الربعمية الميزة الثانية بقى ان العيان ده لو جالي فيه ما بعد في ملك التات حسننا برضو على الكوتيابين هو هو بس الجرعة ايه؟ من 600 ال800 يبقى انا ما مقلبتش معاك الادوية كتير يبقى هو هو نفس الدوز بس ايه؟ بجرعات مختلفة برضو معا mood stabilizer الدوز الثاني اللي ممكن اديه اللي هو الاريبيبرازون وان كان الاريبيبرازون لوحده ملوش anti-depressant effect فاحتمال هتقوذ الاريبيبرازون ومعاه اناظر anti-depressant برضو مع مين؟ مع المود stabilizer خلاص المود stabilizer انا مش هنختلف عليه ده فين؟ في البيبرازون يبقى البيبرازون علاجه كاله mood stabilizer انتهين بعد كده عندي 2 options يا اما ادي يا اما ادي يا اما ادي اريبيبرازولو مع anti-depressant يا اما ادي anti-depressant الواحد وتزوج حسب انت بقى انت معينة فانت عندك كده ايه؟ انما ا احسن option اللي هو بتاع خلاص؟ بجرعات من 300-400 ده ده لا حسب ما انت تحبي بقى شوفيه بقى برضو agitated depression ولا retard the depression فهم ازاي؟ ما انت خلاص انت مدية مود stabilizer اهو؟ اه خلاص المود stabilizer عم نالك امبرلا حمياتي فعمل ازاي؟ ادي بقى تحتها ال option اللي حلو قوي ساعات نستخدمه بس مش كتير ان انت تدي ECT يعني تدي المود stabilizer وتدي ECT ده اخذ بالك؟ اذا العيانة وفت او العيانة وفتة ومسموح لي او يعني ظروفه الصحية تسمح بانه ياخد نعم فانت عندك اكتر من option اهو تشتغلي فيه ماشي؟ ايه اه اه ايه اي 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 خلاص خلاص ايه 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 وحكملك الاجابة على السؤال ده بعد شوية ايه خلاص يبدأ ده قلنا وقلنا وقلتلك توليفة الاعراض لو العيان ريتاردد اعمل ايه لو العيان اه اجيتيتد اعمل ايه لو العيان عنده انسومية اعمل ايه لو العيان عنده انسوماتيك سيمتومس ضهري وقمبي وبطني وصداع واتمات الدولوكسوتين هيبقى يليه يليه تمام؟ ايه لو ما كانش ماشي على اي مودل سابيليزر اه تديله الاموتروجين بس تمام؟ مع طبعا الاموتروجين كان عندي عيانة من البيكولر ديبريشن كان عندي عيانة من البيكولر ديبريشن كنت اغلبت معاه تدي هنا تروح الناحية دي تدي هنا تروح فقلت اديه الاموتروجين تكلمتني بعد اسبوعين انا بقيت زي الفل حلوة تكلمتني بعد اسبوع كمان بنتها الحقيقة دكتورة ده عندها بطش حمرة فاجات ارسود علي اعمل فيك ايه اعمل فيك ايه رحت المقافة المقافة على فاصة عيني يعني بس وقفت ماشي؟ ساعات بيعمل بس زي اللاموتروجين انا شفت من اللاموتروجين كذا حالة شفت من تجريتول حالة واحدة وقت وصلت لستيبن جونسون بقى يعني دخلت وكان حاجة بقصة اشقاء اعمل ماشي يبقى دي يعني احنا كده خدنا كده عملنا سكيمة في دماغنا كده للا ايه؟ ماشي اللي هي بس يعني تنور لك السكة ازاي تتحرك في الحالات المختلفة يتحرك هنينجي بقى لدكتورا بتقول الانتي سايكوتكس وخصوصا الteبكل الادام بيعمله حاجة اسمها ديسفوريا بخلي العيام مقارية تمام؟ الدسفوريا دي لها طريقتين اعالجها بيها اول طريقة اللي قلتها للدكتورا قوي حطي anti-depressant زي ما انت عايز الطريقة الاحسن شوية نقي واحد من typical anti-psychotic يكون له weak anti-depressant effect مين اللي كان بيعمل العملة دي في typical anti-psychotic الفلونكسول ما نعكف عشان كده قلته هذ الفلونكسول الفلونكسول اللي هو اللي هو تعرفوا عشان امدتكم حاضرة anti-psychotic انت ما حضرت اهرش ماشي معلش واحد من typical anti-psychotic اللي اللي له weak anti-depressant effect اسمه المادة العلمية بتاعته والتريد نيم بتاعه اسمه الفلونكسول ده يخدمك في الحالات دي وزمان لما ما كانش عندنا a typical anti-psychotic كلنا بنديه في psychotic depression وكلنا بنديه في bipolar depression كلنا زمان بنستخدمه بس للأسف ما بقاش موجود او موجود منه بس حقنا long acting اسمه 40 ميلي جرام انما اقراس مش موجودة ليه اللار واعلم لا لا هو بس لا اسباب اقتصادية بحثة ما علينا دع الخلقة للخالق احسن لقيت اه بيقال ان بارح في دكتورة تعرفوها اسمها دكتورة نوها معاكو هنا ومعاكو مش في المعمورة تم اعتقالها بس بسيطة حاجات فهمها من خلق لا 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 تم اعتقالها سياسية سياسية اه معتقدين جزء يا عيني اه حاجة بقص وشقق اكتب العيان علاج من بره بقص وفين يجيبهم بره رفع المياه اه لا 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 اه 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 خلاص لو انا لا اولد تستيزون عشان البين مش عارف ايه عشان ايه خلاص اعرفنا الدسفوريا اللي بتيجي مع التابيكال نعمل فيها ايه؟ انما لو الدسفوريا دي مزايدة الابشن الثالث اللي عندك انت شفتي على واحد من الايه تابيكال انت يصير خلاص هو بيبقى في الغالب بياجده بس احنا من الانسيكشن مش ماضل افرال لعين قبل اه تمام مش خلاص يبقى لما تدي بواحد من الايه تابيكال ادي بقى الكوتيابين اه ادي الكوتيابين خلاص دا من 300 ربا مية 300 ربا مية ايه دكتور اه صح برافو عليك صح فكرتيني اه على اللونج راند بتعمل اي وحدة بتاة من الكونتينيوز سيرتولن بيعمل السبير داون رجلوشن فيخلي العيان اه يدخل في حالة كده من الايه؟ عارفة تقولك ايه؟ انا الايال بتتخانق قدامي دلوقتي ولا يهمني جوز يقعد يشتمني ولا حالة كده من الحالات اللي اه يعني يا سلم عند حد معين دي بتبقى لطيفة انما على اللونج راند بتبقى مزعجة اه ممكن تزودي الاغوملاتين او تقللي جرعة القصر السرايبة لانها وقتها بيكون تحسنت فتقللي الجرعة شوية اخد بالك ازاي؟ او تضيفي او تضيفي اه او تضيفي اه او تضيفي صح ربعلي ده لو هي بتشغل بقى ده موضوع تاني خلاص؟ اه اه ان في مقطة كنت عايزة اقولهلكو اش فكرة ايه احنا في النص كده اتكلمنا على الريزيستان ديبريشن هنتصرف معه ازاي؟ واتكلمنا على انواع الديبريشن المختلفة هتعامل معها ازاي؟ واتكلمنا على كل الانتي ديبريسنس بما لهم وما عليهم واتكلمنا على ايه 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 طب اي حد له اي اسئلة؟ ايا دكتورة اه 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 ممكن تتخلي العيان في سيريتونين سندروم فتدي ب بسمولر دوز تدي بسمولر دوز ازاي؟ لان اه ادوية الميجرين او اي حاجة تانية ميديها في جزئية من السيريتونين زيت شوية وانت دوز بتاعك هيزود شوية فالتانية ده شاك شاك في اي اسئلة تانية؟ الدبريسن بما له وما عليه بادويته كلها بانواعه المختلفة ازاي نتعامل معها وازاي نعالجها ايه تاني؟ ايه حاجتها؟ شكرا امه 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 ترجمة نانسي قنقر